السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم سنرى طريقة ترتيب الأعداد العشرية لتكون الأعداد الآتية أول شيء نرسم جدول المراتب ثم نكتب الأعداد في الجدول الواحدة والآخر نضع في أذهاننا دائما أن الفاصلة تكون فوق العمود الفاصل بين الجزء الصحيح والجزء العشرية في العدد في هذا المثال سيكون الترتيب تصاعديا إذا طلب مننا الترتيب التصاعدي فلنتذكر الدرج نجعل أصغر عدد هو الأول ونصعد إلى أكبر عدد نعود إلى الأعداد في الجدول بما أني أريد أن أرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا فأنا أحتاج إلى أصغر عدد أذان العددان هما الصغيران إذا تساوت مرتبة المئات أنتقل إلى مرتبة العشرات وأقارن 2-1 إذن 1 أصغر من 2 هذا العدد هو المطلوب أكتب العدد ثم أشطب عليه ليسهل علي العمل ألاحظ العدد الذي كنت أقارنه مع العدد الأول 2-0% و2 في العشرات إذن هو أصغر العدد الباقي أكتبه ثم أشطب عليه أقارن الأعداد الباقي عند خانة المئات 2-1 العدد الذي يوجد فيه واحد في المئات هو المطلوب أكتبه ثم أشطب عليه في الأخير يتبقى هذا العدد والذي هو أكبر عدد في المجموعة بهذا أكون قدرتبت هذه الأعداد ترتيبا تصعديا من الأصغر إلى الأكبر باستعمال جدول المراتب الترتيب التنازلي يكون عكس هذا الترتيب أبحث أو أتحرى أكبر عدد وأسير بإجرائي إلى أصغر عدد اشتركوا في القناة